اشتركوا في القناة بينما تغيرت الامور الان لمصلحة المرشح الاول عبيان 1620 مع الفارس البرتوسانا الفائج بكأس الملك لعام 2017 بينما ياتي في المركز الثاني الجلابي 1434 الطويس 1642 تاتي في المركز الثالث وايضا الصقلاوي في المركز الرابع اذا خطوة بخطوة الجلابي وايضا عبيان ومن ثم ذلك ياتي الصقلاوي والطويسة اذا هنا الجلابي هو اللي يتصدر السباق بفارق رأس عن عبيان 1620 بينما ياتي الصقلاوي مع الفارس حسن الصفار في المركز الثالث وايضا الطويسة في المركز الرابع هنا الان تغيرت الامور لمصلحة المرشح الاول عبيان 1620 بينما في المركز الثاني ياتي الجلابي 1434 ومن وسط الجياد هناك الصقلاوي 1578 اذا الجلابي وعبيان الان وهنا عبيان هو اللي يتصدر السباق مع الفارس البيرتوسانا بطل كاسي الملك الان لكن المنافسة فقط هنا محصورة ما بين الجلاب العبيان وايضا الصقلاوي اذا عبيان 1620 والصقلاوي قادم مع الفارس حسن الصفار اذا عبيان والصقلاوي في صراع مرير على خط النهاية فعلا ايها سيدات وسادة الصقلاوي من ينتزع ويخطف ثالث شواط الأمسية فعلا المرشح الثاني من ينتزع ويخطف شواط الثالث